اشتركوا في القناة الجمارك الهولندية لإجاز حول الجهود التي تقوم بها إدارات الجمارك في مجال برامج تيسير التجارة وتأمين حدود المملكة وتعزيز حركة السفر والتجارة المشروعة بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي من قبل إدارات شؤون الجمارك حول الخدمات الجمركية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وفي هذا السياق عربت السيدة نانسي فانسي كلفن عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك على حسن الضيافة والاستقبال والحرص على تعزيز التواصل والتنسيق وفتح مزيد من أفاق التعاون المشترك للارتقاء والتطوير المستمر لمستوى الخدمات الجمركية بين البلدين الصديقين كانت الرئاسة في وقت تغير فيه الكثير بالنسبة للجمارك أشير إلى كوفيد والعقوبات ضد روسيا والحرب في أوكرانيا والتطورات الكبيرة في التكنولوجيا كل ذلك اجتمع معاً وأعتقد أن سعادة الشيخ أحمد قام بعمل جماعي لوضع كافة وجهات النظر المختلفة على الطاولة إنه شخص ملهم وبفضل شخصيته استطاع رفع منظمة الجمارك العالمية إلى مستوى أعلى بكثير لقد اطلعت اليوم على عمل الجمارك البحرينية وأعتقد أن منظمة الجمارك قد انتقلت بالفعل إلى مستوى عالي لقد تمت رقمنة الكثير من الأعمال وهناك الكثير من الابتكار إنه أمر مثير للإعجاب في البحرين يوجد توازن منفت يجب على كل منظمة مختصة القيام به فالجمارك تعمل حقاً على تسهيل التجارة بشكل أسرع وأكثر سلاسة مما يمنح الشركات ميزة حقيقية في التجارة ورغم إدراكهم لأهمية الوقت وتيسير التجارة إلا أن ذلك لا يأتي على حساب حماية المجتمع رأيت التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة وتعلمت مدى سرعة ودقة الأمور هنا لقد تغير الكثير في منظمة الجمارك لصالح التجارة تغير الكثير في منظمة الجمارك